إذن مشاهدين طبعا كما ذكر محمد فإن المشكلة اليوم في لبنان المصابون بالأمراض المستعصية لسيما مرضى السرطان أصبحوا ضحايا الأزمة المالية في لبنان لأن ذنبهم الوحيد هو الهاجس في البحث المستمر عن أدويتهم المفقودة بعد تراجع المبالغ المرصودة لها من قبل مصرف لبنان لاستيراد الأدوية بسبب الأزمة وفي حال وجودها فطبعا هاجسهم الآخر هو التأكد من جودتها بعد رواج معلومات عن وجود أدوية مزورة القطاع الطبي والصحي في لبنان كجميع القطاعات يعاني من أزمة مالية حادة وهذا ما أثر مباشرة على إمكانية استحصال المرضى على الدواء المدعوم من وزارة الصحة بشكل دائم الأمر الذي يشكل تحديا للمرضى والجهات الصحية وطبعا وفق آخر الأحصاءات هناك 30 ألف مريض يستفيدون من دعم أدويتهم على سعر صرف الألف وخمسمائة ليرة ورغم ذلك يواجهون صعوبات كبيرة خاصة بعد رفع سعر الصرف للدولار إلى خمسة عشر ألف ليرة وزير الصحة اللبناني برر لوكالة رويترز رفع الدعم عن الأدوية بالضرورة المالية بعد أزمة السيولة التي يعاني منها مصرف لبنان وأوضح أن رفع الدعم الجزئي عن الأدوية سيؤدي إلى توفرها التي كانت تختفي لشهور بسبب الاحتكار والتخزين كما أمر بإصدار قرار يقضي بالكشف عن أسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء واعتبر أن هذه الخطوة تساعد على تأمين استمرار سوق الدواء ووصوله إلى المواطن في ظل الظروف الراهنة وسط التقلب الكبير في سعر صرف الدولار نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المخازن في لبنان تخوفوا من استمرار ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية لأنه يهدد استمرارية المؤسسات الصيدلانية والاستشفائية وبحسب مصادر فإن مجمل المبلغ المطلوب شهريا لعدم إدخال لبنان في أزمة صحية هو 5 ملايين دولار وهذا ما يتهرب منه مصرف لبنان رغم علم رئيس حكومة تصريف الأعمال بذلك ترجمة نانسي قنقر